التور عندي بانفس الخصوظة الامومة بمعنى اللي متوقع طفل او مستمات طفل بازن الله يشرف بازن الله يكون في الحمد اللي مش متجوزتش لسه بازن الله بتنجوز حالة حب او اللي لده ولده ومركبتين او رادي الحالة الجنسية عندهم كويسة الحب عندهم غير مشروط يعني واضح ان الحب او ممكن دي كان المرحلة دي عدت خلاص عدوا بالمرحلة دي او ممكن لسا يكونوا حسين بيها في شيء استناء الطول بقالوا فترة ممكن يكون حاجة كان عايز يعرفها حاجة كان محتاجة يكتسبها شكل بيكتسبها الفترة دي بس انا مشاقها ليه حاسة ان حاجة هو كان عايز يعرفها مستميها بقالوا فترة لما عرفها قال لي يا ريتني معرفتها خسارة حاسس بخسارة شديدة لو ما كانش دا فهو خير كان مستميه او حاجة اشتغل عليها وان شاء الله بيبنيها دلوقتي بس في خسارة من حاجة كانين لو الكرتين دول متبطين ببعض فانا حاسة ان هي حاجة كان عايز يعرفها خطور ولما عرفها حاسة بخسارة وحسن عنده نهاية قلم دا نهاية قلم بمعنى انه لو كانت الحاجة دي محيرا ومسال بزال وحيرة مش عارف ما كانش عارف يعيش فالقلم خلص انتهت بمجرد ان عارفته بالحاجة اللي كان عايز يعرفها دي وزي انا بيقوله البلا وقع خلاص فارتاح حاسس بالندم حاسس ان هو حط ثقة في حد ما كانش مفرودي فطها فيه حاسس بالندم ان هو تصرف بطريقة ما كانش مفرودي يتصرف بيها يتصرف بيها زعلان في زعل واضح انه في زعل بس التور من الابراج القوية جدا king of swords مع الخسارة وحالة الارتباك اللي هو فيها دي فهو لسه قوي وزكي ومحبوب ووقف على رجليه يعني ما تفيك وش من الموضوع خلاص يعني كده الدنيا واقعت فالتور لها ده التور عادي يعمل ما تصلوش كده بيكمل عادي جدا ومكمل حاجة فضيئة جدا من انتهى القوة وشكله كمان بيبتدي حاجة جيدة قرر يبتدي حاجة جيدة يعمل حاجة جيدة ما كانش مفرودي يعملها او تغيير في العمل ممكن يكون بيغير عمل ممكن يكون بيتعلم حاجة جيدة اخد كورس بيتعلم كورس معين اخد دورة تدربية في حاجة معينة او حاس ان هو ايه بيصلح الحاجات اللي بتكسر الجواه قاعد عمال يصلح فيها ويزبطها كده ويرتبها كده التور لو كان لو كنتوا حطين اساس لحاجة يعني اساس شغل اساس ارتباط اساس حاجة يعني لسه في اولها حطيته اساساتها فهي لسه عايزة شغل والحاجة دي كويسة الحاجة اللي انت شغل عليها دلوقتي وحطت اساساتها يا تور تقتها حلوة ان شاء الله حتفق حاجة كويسة جدا الامبراطور كمان بصوا ده شخص يعني مخضرم زي ما بيقولو ده مخضرم ده اخد اقلام واخد سيوف اهي السيوف الكتيرة جدا دي قوة وعقل وخبرة خليتك قوي جدا في مكانك الناس بقت بجيلك للناصيحة كويس بس واضح عندي كمان تعب فيه ارهاق محتاج ترتاح محتاج تنام واضح ان فيه استرس جامل عليك هنتكلم عن موضوع استرس ده دلوقتي هقولوكو اللي بيعاني من المشاكل دي حاسس باسترس حاسس ان تقتو مش مزبطة لان واضح ان تقتو بطور مش حلوة اه ده ما عشان هو اللي قسرها هو اللي قسرها اوكي يا ويامي طيب هلخص القراءة بسرعة اه التور اما مقبل على زواج او او على حمد او هو جنسيا اه يعني نشط يعني الدنيا عنده اللي سي كويسة فيه هنا اه حاجة او كم استني عرفها حاجة كم استني انها تجيله اه المهم في حاجة جايله بس اللي جايله ده خير يعني بغض النظر ان وقعه عليك كان وحش ياتور وحاسس بخسارة وهزيمة وحاسس بنكبة انك انت منكوب الا ان با خير معرفتك بالموضوع ده خير ليه بقى نهاية قلم خلاص القلم حينتهي الحاجة الخوف اللي كان عندك والطعنات اللي عملت اخدها كل شوية خلاص هتقف انت عرفت جت اخر الموضوع اه كينجرسولز قوي ما شاء الله واجتماعيا محبوب وبتحاول انك انت تداوي الخلل او عدم الاتزان اللي عندك ده بانك تكون وسط الناس ده حاجة حلو قوي الناس بقى حيساعدوك في عمل جديد او عملية اصلاح بتحصل اه معاك يا تور اه ان شاء الله تبقى حدك ويسير تبقى في اساس للشيء انت حطيته وان شاء الله هتكمل عليه بقيت قوي جدا يخرور وعندك الاهلية الصلاحية انك تكون الامبراطور فعلا الامبراطور ده هو اللي يقول انه يتعمل وانه ما يتعملش هو اللي يسمى القوانين وانا قوي ما يتهدش ما شاء الله لانه خلاص بقى عنده خبرة بس ارتاح شوية يا تور انت محتاج لراحة بس القراءة يعني واضح انه فيه ايه حقيقة بس انت صدمت ديه طيب دي قراءة المجموعة الاولى انتساح على فترة بشكرك يا امي التوافق بينهم ايه بص يعني ده اتوافق بين مرجين زي زي بعض مش وايسي لانه بيبقوا على الاغلب يعني على الاغلب مش في كل الاوقات بس على الاغلب بيبقوا احملين نفس الصفاء نفس العيد يعني ده عنيد وده عنيد ده متهور وده متهور طيبين هم تبقاش خيصي فانا صراحة مش بنصح لنفس البرج اهلا يا مونير اما وراني انت واهل اللي بناني الامارات اه اتلقوا بس بين جدي ودلو خمسة وعشرين واحد ات تقريبا اه خمسة وعشرين طيب اه انت دلو دلو مش مش جدي دلو مرسل لي يا اسمين حاضر يا اتفال حنقول كل حاجة حنقولي لوزاء وفادر العقرب فادرنا الجوزاء والصوري النزام والعقرب بنبقى خلاص خلاص طيب تعال نشوف حالته العاطفية عملا ايه ام ولعب رب النهايات الحمد لله طالما النهاية حلوة يبقى بدأ دوني الفردة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ظهرة الرحانة. الضور عايز ايه? الهموم والأوجاع او الحاجات اللي عنده خلاص تقطرت عليها. باقت فوق طاقة احتمال. عايز مساعدة شريكه. عايز شريكه ياخد يده ويشير من عليه شوية. آآ ويعني يا رب ما يكونش هو السبب في كل العصيان دي. عصيان الطور وهمومه ومشاكله او ما تعبه بقت اقوى منه. خلاص. بس هو واضح انها حتى تفصل علاقه. نفسه في مرحلة جديدة. عايز مرحلة جديدة. خلاص تعب. اهيستديم الاول. شايف شريكه ازاي? شايفه زعلان? ممكن يكون زعلان عليه او زعلان هو في المجمل بس فيه قلب مجروح. فيه جرح. فيه قلم. آآ فيه عصفة. فيه عصفة. آآ الشريك الكتور داخل فيه عصفة. في الحالة العطفية بتاعته. الطاقة مش حلوة يا تور. الطاقة فيها هنا خوف. وقلق. توتر انتم بنوم عنده فيروس. انتم ما بتنموش. بتصحفوز بالليل. بتصحفوز بالليل. بتصحفوز عايز توازن. عايز الموضوع يتوازن. يعني بمعنى ان لو هو جاي عليك تبي يصلح. لو انت جاي عليك تبي يتصلح. الموضوع يبقى فيه توازن. تام برنس ده حاجة بتشيل للتوازن. زي ما انتم شايفين الصورة بيضلق مياه من كوكبايا لكوكبايا. في منتحد توازن. يعني كل واحد ياخد حقه ومش جالي عليك. نفسه اه نفسه يحس بفرحة. نفسه يحس بامان. نفسه يحس ان هو نجح ان العلاقة بتاعاتكو نجحة. هو عايز هو عايز ينتجح العلاقة. يعني هو مش مش سائل. لأ شريتك عايز يصلح فيه كراءات بتشوفوها. بيبقى الشريت من ناحية تانية مش معك اصلا. يعني انت عايش في قصة وهو في قصة تانية اصلا هو عايز يعمل فلوس. هو عايز يسافر. هو عايز عايز يعمل ما عارفش ايه? لا 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 شريتك مراكفزي معاك. وعايز يصلح عايز يساعدك. شايفك ازاي دهانك معنى اه مضحي مضحي جامد جامد وصابر صابر عليه او صابر على الشيء فيه صبر جامد. يعني بمعنى ان هو شايفه اه معناه ان هو مقدره. يعني انا شايفة انه ان هو حاسس منك. في خبر حلو دي الكوية يا تور. ان شاء الله في خبر حلو. خبر هيصحصح الدنيا شوية. شايف عملية صلح. الحد بيقرب من التاني وبيصلحه وبيقوله ما تزعلش حقك عليا. آآ فك خلاص وكده وديني ان شاء الله في يمكن هيحصل عتاب شديد. هتعدبه جامد جامد جامد. آآ 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 بس ياريت من الموضوع ما ياخدش صورة الخناءة دي. يعني يكون عتاب عتبه كل حاجة بس آآ يعني يكون بهدوء اكتر من كده. بس هو دي حاجة ولازم تطلع. وانا عن نهاية تطلع. لان اول لما هتخرجه لجواك وهترتاح وهتبطل تصفل بعد تاني. ومشاء الله هنا في بقى مغمرة الشمس تطلعت اهي الحمد لله. الحمد لله. شايفة مغمرة شايفة انه خلاص. هتبطيه تخفه بقى. شايفين خفيف ازاي. وممكن تسافره تغيره جوه. تحس تغيره الموت ده. آآ ممكن يكون ده سفر على فكرة. ان شاء الله حاجة يعني يصد نفس اليوم. مجرد التغيير. آآ لا فيه متعة هنا. فيه متعة. وحاسين بفرحة وحاسين بامان. وحاجة حلوة جدا جدا ما شاء الله. هلخص القرية بسرعة التور. آآ همومه كتير. مشاكله كترة قوي عليه محتاج مساعدة. نفسه في مرحلة جديدة. شايف شريكه حزين وزعلان. الطاقة وحشة لدينا الطاقة فيها اه توتر وانعدام نوم. وفيهاش توازن حالص. الشريكك عايز يعمل التوازن ده. وعايز الشمس تطلع وتبتزي العلاقة صح. وتنجح. وشايفك قدقين تصاظر ومضحي. آآ شايفة انه هيتسمعوا خبر حالي. وفيه حاجة هتآآ هتقرب المسافات وهتآ يعني الخبر ده هيفرحكوا. عارفين لما تبقونتو زعلانين بس يجيلكوا حاجة من بره تفرحكوا كده فتبتدوا تتفقلوا شوية والدنيا عندكو تهدى شوية. افتكر آآ افتكر ده اللي هيحصل وهيبتدي يعتذر وهيبتدي يعني يقرب غلط ويعتذر. انت هتعدبه جامد 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 جامد. بس بعدين ان شاء الله الدنيا كلها تبقى كويسة جيبتان. بفول. خلاص ده. شوية بقى اي مرح. شوية آآ شوية انبساط. اختاري انتي يا لولي. اختاري انتي حابفت. طيب. حابفتي بشكري جدا يا معلمي. مستية رح قلبي. القوس موجود في الصفحة يا منيرة. هلا عبدالقادر اهل الاهلم ديك منورنا. بشكرك يا محمد جدا. مش كلمك صحة. بشكرك يا شيناء قوي. ربا انا مستة كنت بتخلم على الموضوع. معه وببوص. لقيت ريتك لبوردي وانتي عم بتحقت وانتي. قويسة قوية جوتي الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. آآ نورسية قلني قوي قوي قوي. طيب. اوبس. 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 دلوقتي الابلس بيختاروا من اللي حيتقالي قرية خاصة ومجانية. دي مش عايزة حد يزعل. لان احنا بنختار شخص واحد. طيب. خبيبتي يا سارة. ده انتي اللي امر. وانتي عسل يا لامر. طيب. طيب ناخد بقى لبنوع التانية. درج الطور. النبنوع دي بتبتدي من واحد لحد عشرة مال. من واحد لعشرة مال. بإذن الله يعني يا رب. اوكي يا مالك. حاضر. كل صاصر. الحمد لله يا انا. آه. آه. اتخاف منك خوف. كارت ده با اتخاف منه جيد كمان. بيقول لنا ايه. العقرب. آآ سوري. الثور. حاس ان هو معتمد على نفسه شوية آآ مادين. بتبقى يعتمد على نفسه. او عادي يعتمد على نفسه. بيوصفك يا تور انك آآ. شخص عندك بياء. وعندك عزة نفسك. تحبش حد ييجي عليك ابدا ولا يهين كرمتك. كرمتك شيء يعني مقدس بالنسبالك. شايفه قديني. علاقة سلسائية. اهي. متلازم معها الشيطان. بصوا كم بعدهم. علاقة سلسائية. جنبها الشيطان. تعالوا نفسك بقى اللي بيحصل ده. ايه اللي بيحصل ده. خلينا نفرض فرضية تانية. او الفرضية. آآ انه ده احتفال. اوكي. التور بيحتفل بشكل. لان التكافل ده اللي معنى ينزل انتوا عافين. ده ممكن يكون علاقة سلسائية بمعنى فيه خيانة من طرف. او ممكن يكون احتفال بحدة معينة. فلو هو احتفال. فده حسن. يعني تحتفل من هنا تاخد العين من هنا. خلي بالنا يا تور. لأحد عنده احتفال تعلم. ومجمع ناس حواليه. وبيحتفل معاهم. يحصل نفسه. لان الناس يعني ببقيتش بتشوف الموضوع بتتمنى نفسها. وبس لا بتتمنى انها تزول منك. يعني هو كده. فخلي بالك بس من حسن. بس شكلها حاجة مش هتأثر عليه. يعني ان شاء الله. بسها في حسن. لو هي علاقة سلسائية. اوكي. فوضح ان في حد من الليلة دي. اللي هما يعني سواء الاولى او التانية او ايا كان اللي فيهم. عملا سحر. عملا سحر للشريك. اوكي. في عندنا نجاح الناس جيب تسأل اخبار العمل والدراسة اخبارها ايه? ده اكتما الدائرة. نجاح ان شاء الله. اه من كل الجوانب. والناس بتهميك وبتقولك برافو عليك. جيب والدرا. ما شاء الله حلوى قوي قوي قوي. ايسب وانس. زي ما انتم عارفين انا خلاص اكيد حقاص لكروط ايد دي. اللي نزم السماء وفيه السحاب حواليها دي. دي بحس ان هي ايد ربنا بتمد يعني ربنا بيمد ايد ليك. يدي لك طاقة. طاقة جديدة. عشان تنشطك. عشان تقومك. عشان تساعدك على حاجات انت عايز تنجزها. ان شاء الله يعني انا بحس ان يجيب يقولك ربنا معيك. ربنا موجود معيك. ببتضهرك. اهي. ليدر. التورت. قائد وهو بطبع في القيادة دي. لو هو بيعمل اي حاجة فيها فن. كتابة. نزيكة. رسم. اي حاجة من نوع الفنون دي. فهو الابداع عنده حالي قوي فترة. وكمان فيه هنا طاقة الامر. طاقة الهدوء. وطاقة التعبد. وطاقة تأمل. هادي. هادي. عنده سلام داخل. قويس قوي. انجويت يا ثور. يعني استمتع بكل لحظة من السلام الداخلية. بس عايزك تنتبه برضو من حاجة ان فيه حد مطار بصلك. فيه رب عارف قويس جدا. قريب منك جدا. عارف كل تحركاتك. ومستني. مستني حاجة. مستني يشمت. مستني يقزي. مستني حاجة. just be careful. شايفة انا تطور مادية الحمد لله ده ما كانش في المجموعة الاولى. بس فيه تطور مادية الخالف امام من الحالة المادية ان شاء الله. فيه عملية تحول هتحصل. الاتفكت دي هتترتب على النجاح اللي هيحصل لها فيها تور. بعد النجاح ده. فيه عملية تحول هتحصل. فيه شقلبة هتحصل. مصار. فيه مصار بيتغير. اه ملحوظ. يعني انت هتاخد بالك ان الدنيا بتحول ديك. لأ دنيا بتحول ديك دي الحظ. لأ دنيا بتتغير. بتاخد شكل تاني. التور. واجه. انت محتاج دك. وتقريبا دي الطاقة اللي انت كنت محتاجها اللي ربنا بعثها لك. محتاج تواجه شوية. يعني لجواك. طلعوا. قولوا. بدون ما تقزي مشاعر حد. بدون ما تغلط في حد. طلع لجواك. وبيديني كمان احاق تاني الكات ده ان التور مسيطر على حد. صعب السيطرة عليه. بسيطرة عليه جدا بس بسيطرة عليه عقله. يعني محجمه ومروضه. مروضه شخص قوي. وهو مروضه التور بس بزكاؤه. اه حلولي بدان جدا. بتاعي اللي نلخص. نورك يا مجاهد. التور اما بيعتمد على نفسه ما تبين. او لو ما تهمش ده فهو عنده وعيزة نفسه وعنده ترامة وعنده يعني ما بيقبلش الاهانة. اما في علاقة ثلاثية. في طرف منها عامل سحر. اما ده احتفال يتبعه على طول حسد. فيه نجاح ان شاء الله. اه فيه طاقة جديدة ربنا بيمدر بيها ان شاء الله. فيه هنا ابداع لو الناس اللي بتستعمل اي حدا فيها تكون حاجة خاصة العمل. بس هي حاجة كويسة جدا ان شاء الله. اه فيه هنا اما انه انه انت محتاج تواجه اكتر يا طور او انه اه انت مروض حد قوي جدا. صعب ترويده بس انت مروضه بعقلك. اه بحيث ان الترفي تجرب.